وإحنا لسه يا دوب بنحاول نفهم خريطة التحالفات الخاصة بالانتخابات المقبلة وبنحاول نفهم مين بيتحالف مع مين وعلى أي أساس وإيه المنطقة اللي بيحكم هذي التحالفات بدت الخريطة كما لو كانت مرة واحدة اتلخبطت وبيتعاد ترتيبها من جديد وبدت حتى القواعد التحالفات دي بيتتكون على أساسها مربكة وغير مفهومة هنحاول نحن في اللحظات دي أو في الدقائق دي نفهم مين بيتحالف مع مين وليه وعشان إيه وإيه التحالفات اللي هتستمر وإيه التحالفات اللي هتتهد وهل ما يحكمها فعلا أسباب لها علاقة بمنطق السياسة ولا بمنطق المحصصة مثلا في القواهم الانتخابية وعلى أي أساس اسمحوا لي أن أرحب في الستوديو على الهواء مباشرة بالأستاذ فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الحزب الذي ورد اسمه حتى لغاية دلوقتي في تحالفين مش عارفين هو هيستقر فيه أي همع كمان برحب بالأستاذ عمر عز أحد مؤسسي جبهة شباب الجمهورية الثالثة وهذا هو التحالف اللي بدأ كما لو كان الشباب بيحاولوا يوجدوا لنفسهم موت قدم هل كانت قطوة موفقة منهم ولا كان عليهم أنهم ينضووا تحت سألواء أي من التحالفات القائمة فعلا أسئلها حاول أحصل على إجابتها من ضيوفي لكن اسمحوا لنا نقرأ في هذا التقرير أو نحاول أن نفهم ما كان مستقرا من تحالفات وكيف اطلق بطفاخر اللحظة نشاهد فور انتهاء الانتخابات الرئاسية وصعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بادرت الأحزاب والحركات والقوى السياسية لطرح تصوراتها حول طبيعة التحالفات التي تخوض بها انتخابات مجلس النواب عمرو موسى دعا لتشكيل أكبر تحالف انتخابي ودخل في تفاهمات مع اللواء مراد موافي والفريق أحمد شفيق والسفير محمد العرابي لتشكيل تحالف المظلة الرباعية وما يسمى بجبهة الثلاثين من يونيو يضم أحزاب التجمع والمؤتمر والوفد والنصري وتمرد وسط تأكيدات حزب الوفد بالتزامه بتحالف آخر يضم المصري الديموقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والمحافظين والكتلة الوطنية ولم يحسم حزب المصريين الأحراري موقفه بينما ضم تحالف الطيار المدني 21 حزبا تسعى لكسب ثقة الشارع لدعم السيسي خلال فترة حكمه الأولى أما حزب النور السلفي لم يحدد موقفه من التحالفات الانتخابية ويراه المراقبون بوابة الإخوان الخلفية للعودة للحياة السياسية مع منافس خلايا جماعة نائمة على المقاعد الفردية عبر 14 حزبا وحركة تشكل ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإخواني وتتجه أحزاب الدستور والعدل والديموقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والقرامة والتيار الشعبي وتيار الشراكة الوطنية لتشكيل جبهة معارضة ما بعد الثلاثين من يونيو خاصة بعد توحد موقفها ضد التشريعات الأخيرة وبينها قانون تنظيم التظاهر وقانون انتخاب مجلس النواب وبينما يقف رئيس جمهورية غير منتمن لحزب سياسي يقف الشارع حائرا بين أكثر من تسعين حزبا سياسيا أغلبها ذات مرجعيات متشابهة لم تفكروا في الاندماج والعمل الجماعي مجددا أستاذ فريد زهران لو نفهم الأول حكاية التحالفات المزدوجة وفكرة أن حزب مثلا زي حزب الوفدي يدخل معكم في تحالف ثم يدخل في تحالف مع آخرين شخصيا فاهم القصة دي زياذا أنت فاهمها لنا؟ أولا خلينا أقول أنه في التقرير السابق هناك جملة تلفت نظري دائما يعني كثيرا ما يردد الإعلام أنه في تسعين حزب الدنيا فوضى دي زحمة وتصبح دي جملة كده تتردد وكنابة دهية ده كل مستحية على فكرة مصر فيها عدد قليل جدا 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 من الأحزاب منسوبة لعدد السكان يعني بلد زي الدنمارك فيها خمسة مليون بني آدم فيها أكتر من الأحزاب اللي موجودة في مصر يعني بالمقارنة الولايات المتحدة لأمريكية فيها أضعاف سكان مصر والفاعلين فيها حزبين سياسين الفاعلين كويس أن كنت يعرف أنهم الفاعلين غيرك ما يعرفش لكن الولايات المتحدة لأمريكية فيها مئات الأحزاب فيها عدد كبير جدا أكتر من مصر فيها عشرات أضعاف الأحزاب الموجودة في مصر فمصر ليست يعني بلد في أحزاب كتيرة ولا حاجة منصوبة لعدد السكان لدينا حوالي 90 حزب فقط لازم نقول فقط ده أولا ثانيا عدد الأحزاب الفاعلة دائما بيكون أقل يعني مصر فيها 90 حزب صعي لكن الأحزاب الفاعلة ممكن تبعى 10 أحزاب 12 حزب 15 حزب ده شايف كم حزب فاعل في مصر يعني من 10 إلى 15 حزب وهذه الأحزاب برضو وهذه ليس ببضعة في العالم كله علشان برضو احنا بنردد كتير الحاجات كما لو كنا احنا بنفرد بها احنا بنفردش بها ولا حاجة في أوقات الانتخابات بيحسن حاجة اسمها تحالفات الانتخابات الطائرات الرئيسية بتتجمع يعني تحالف اليسار اللي نجح أولند في فرنسا آخر مرة ده لا تحالف ضم عشرات الأحزاب جميل لكن عادة أن هذه التحالفات بيكون فيها منطق ايديولوجي أنا أعكمل مصر فيها في منوجة نظري ومنذ 25 يناير وحتى الآن حتى يعني مرورا بتلاتين ستة فيها ثلاث قوة رئيسية فيها ثلاث طيارات رئيسية فيها حاجة اسمها طيار الإسلام السياسي وده بيضم حزب النور والحرية والعدالة والمصر القوية إلى آخره يعني فيه حوالي 15 حزب تحت هذه المظلطة وفيه طيار تاني مهم جدا اسمه طيار الدولة القوية المهيمينة أو ما يسمونهم أحيانا بالفلول وهو طيار يحاول إعادة إنتاج الدولة القديمة بطبعة مباركية بطبعة إصلاحية بعض الشيء لكن في النهاية وطيار الدولة الاستبدادية دولة القوية المهيمينة اللي شفناها على مدى أو اللي شفناها بقبل 25 يناير من خلال طبعات مختلفة فيه طيار تالت مهم جدا ومقوي برضو موجود في الأرض اسمه الطيار الديمقراطي وهذا الطيار برضو يضم أحزاب كثيرة جدا منها أحزاب لبرالية منها أحزاب يسارية منها أحزاب ديمقراطية اجتماعية منها أحزاب قومية دول التلات مظلات الكبرى هل التلات مظلات دي موجودة على الأرض بطريقة طبعا ولذلك ليس صدفة أن احنا في أوقات الانتخابات يتجمع كل طيار في تجمعات رئيسية هضرب لك مثال هضرب لك مثال يعني مثلا في الانتخابات السابقة كان الطيار الديمقراطي موجود في ثلاث حاجات كتلة مصرية الثورة مستمرة الوافد نزل لوحده وبعض الأحزاب السجرية نزلت وحدها في الطيار الإسلام السياسي نزل في كتلتين ومصر قوي نزلت وحدها في طيار الدولة المهيمينة أو الفلول نزلوا في بعض التجمعات والأحزاب المرة دي نفس الحكاية بتتكرر احنا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيجري مشاورات من أجل بناء تحالف انتخابي شرط سياسي ديمقراطي يسعى لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديث بينما فيه طيارات تانية بتحاول تبني تحالف يعيد انتاج الدولة القديمة وفيه طيارات تالتة بتحاول تبني تحالف يعيد انتاج الدولة الدينية أو يحاول يبني دولة دينية فين التحالفات اللي حضرتك بتشير إيه يا خليل السامي الأمور ومسماتها من وجهة نظرها اللي أنا عايزة أنبه ليه بس لأنه برضو فيه كلام مغلوط كتير بيتقال أن المشاورات قضية مختلفة عن أعلان تحالف لم يعلن عن أي تحالف حتى الآن يعني ده أنا عايزة أنبه ليه يعني الوفد مبارح السيد بدو لما بيقول أن فيه تحالف مكوم من الوفد والمصر الديمقراطي الاجتماعي والمقفزين وكتلة الوطنية إلى آخره هذا مشروع تحالف لم يتم إعلانه بعد ده يعني اتجاه بقاله شهرين يعني بالمناسبة الهيئة العليا للحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي صوتت من شهرين بالموافقة على التحالف مع الوفد وفي نفس التوقيت وفي توقيت متزامن صوت الوفد من شهرين على التحالف مع المصر الديمقراطي الاجتماعي يعني احنا بين شهرين بنشتغل موقفنا الأخير في الحزب المصر الديمقراطي الاتباعي من حوالي أسبوع أو يمكن أكتر تم تفويد الدكتور محمد أبو الغار لإجراء المشاورات اللازمة لبناء تحالف انتخابي ديمقراطي يسعى لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة وبالتالي المحددات اللي قدام الدكتور محمد أبو الغار هي بناء تحالف بالتأكيد مفهوش فصائل تريد بناء دولة دينية وبالتأكيد مفهوش فصائل تهدف إلى بناء الدولة القديمة أو عادة انتاج الدولة القديمة يعني مصر بلدي مثلا تحاول عادة انتاج الدولة القديمة أنا أجد من الصعوبة بمكان وهنا ما عليك أن يقبل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التحالف مع مصر بلدي مثلا وليه مسائل يعني هيحسمها منعشة ويحسمها التصويت يعني مينش المشاورات اللي بتتم بس اللي هتحسم الموضوع في دائع هذه المشاورات هتنتهي إلى تقرير والتقرير ده ينتهي إلى بدائل والبدائل هيجرى عليها تصويت سواء عندنا أو في الأحزاب الأخرى لكن أنا متأكد منه أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لن يكون ضالع في أي تحالف يسعى لإعادة انتاج الدولة الدينية دولة ما قبل 306 ولن يكون ضالع في أي تحالف يسعى لإعادة انتاج دولة مبارك أو أي طبعة من طبعاتها المحددات دي أنا هفهم من حضرتك هتبقى ترجميتها إيه على الأرض ترجميتها على الأرض إن أنا ممكن أتحالف مع الوضع ممكن أتحالف مع المصير الأحرار ممكن أتحالف مع الكتلة الوطنية ممكن أتحالف مع كل الأحزاب جميع جدا أنا عايزة أسأل عمر عايزة أسأل عمر أنت حسيت بالغبن لما الأستاذ فريد زهران ما جابش سريتكو في أي حتة لم يتم تصنيفكم لا في الدولة الدينية احنا أول شباب عموما هم جزء من العملية السياسية وهو الأستاذ فريد لما بيكلم على المصر الديمقراطي مثلا ففي شباب موجودين في المصر الديمقراطي هو بيكلم على الصورة بشكل عام احنا بنحاول إن الشباب يبقى ليهم ظهور ومكان واضح نفس الخطأ اللي حصل بعد 25 يناير الشباب قاموا بالثورة أصروا إن هما ما يدخلوش في أي تحالف ودخلوا الانتخابات في تحالفات خاصة بيهم وفي النهاية كانت النتيجة فشل خلينا نقول إن ده سبب رئيسي لتكوين جبهة شباب الجمهورية الثالثة احنا عانينا كتير خلال التات سنين اللي فاتوا وإحنا بنشتغل بشكل أساسي على الكوتة اللي موجودة في الدستور للإدارة المحلية احنا بنجمع مستهدفين إنه يبقى خلال سنة عندنا عدد كبير من الشباب مؤهلين نهم موجودين في ياخدوا انتخابات الإدارة المحلية مستهدفين من 3000 ل5000 شاب موزعين بشكل كبير على المستوى الجمهورية بالكامل بيملكوا العلم وبيملكوا خطة يتم تنفسها لإصلاح الإدارة المحلية وده المستهدف بتاعنا الرئيسي احنا شايفين إن دول هم هيبقوا النقبة الجديدة اللي هتبدأ العمل السياسي من من البداية خالص من إدارة المحلية لان لسه بغم ولكن بما إننا احنا دخلين على استحقاق مهم جدا وهو الانتخابات البرلمانية فإحنا فيه كوتا للشباب في القائم حسب الدستور وحسب القانون اللسه لم يصدر بعض إحنا مش هنقدر نعد شباب لدخول الانتخابات البرلمانية ولكن ممكن يبقى لنا دور في وضع معايير محددة للشباب اللي يبقوا موجودين في القائم دي على أساس أنهم يعبروا بشكل حقيقي عن طموحات الشباب ويقدموا صورة مختلفة يعني أنت مش هيكون عندكم قائمة خاصة بذاتكم لا إحنا ما كلمناش خالص على قائمة خاصة إحنا زي ما أستاذ فريد بيقول أو كل الكيانات السياسية بتتعامل مع الوضع في الانتخابات البرلمانية هنبقى متحالفين مع التحالف ما من التحالفات اللي موجودة مين التحالف ما اللي انتوا شايفينه أقرب ليكم وانتوا أقرب لأنه انتوا فعلا ممكن تخدوا الانتخابات على قائمة أنا ممكن أجاوب لو فيه أصلا تحالف طلع إحنا بنتكلم على تحالفات صنوعة الإعلام لما يقعد الأستاذ عمرو موسى مع الأستاذ فريد زهران فبيطلع الإعلام يقول أن هما تحالفوا مع بعض لا بس كلم ده مش طالع من تعمل مش افتراءات إعلامية بدليل أن الأستاذ فريد زهران بيتكلم عن مشاورات عمرها شهور فاتت صد التالي المشاورات دي لم تفرس بعد المشاورات فيها يعني معقولية وشرعية لأن أنا أقعد مع أي حد لكن كوني قعدت مع الحد ده معناه أن أنا هدخل في تحالف معها بالضرورة اللي جابت يعني على كل الأحوال فكرة اقتراب الاستحقاق الانتخابي اللي هو أصبح على بعض قطوات ودي تحالفات مش تحالفات انتخابية بس أنا بنتكلم على برلمان مشارك في الحكم في احتلال كدير برابط كده أنا إذا كنت هدخل لأخوض الانتخابات في الوقت الحالي مع ناس يعني مش متشابهين معايا في الفكر فأنا هيبقى عندي أزمة داخل البرلمان نفسه عشان التحالفات دي تحالفات مستمرة أنا بتكلم على مجموعة هتبتدي شغل من دلوقتي وهتستمر شغلها مع بعض لمدة خمس سنين احنا نحاول نفرق ونفرق مبادئ وطموحات مشتركة تترجمها التحالفات السياسية والتحالفات الانتخابية وإيه التحالفات المؤهلة لأنها تصمت حتى لغاية الانتخابات أو لأ بعد هذه الوقفة القصيرة القوامة ترجمة نانسي قنقر